لو زهقتوا بقى من طبخ البتنجين بالطرق التقليدية حواليكم النهاردة ازاي هنعمل البتنجين من غير قلي ومن غير زيت كتير والطبق كمان هيطلع معاكم في منتهى الجمال وكمان وصفة اقتصادية وخفيفة وبصراحة كل ما كون زهقانة من الاكل ومش عاوزة اقف المطبخ في الحر بعمل الوصفة دي على طول بس لو اول مرة تشوفوني انا صحر ودي قناتي اشتركوا فعلوا الجرس وعاوزين الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من اللايقات تعالوا بينا نبدأ وصفة النهاردة عندي واحدة من البتنجين الرومي وعدد اتنين من البطاطس وكمان اتنين من الفلفل الاغضر وثلاث او اربع حبات من الطماطق في الاول بجيب طبق فيه مياه وبزود فيه كمان معلقة كبيرة من الملح وبقلب الملح في المياه شوية والمياه والملح علشان نقع البتنجين في المياه بعد تأشيره طبعا بنشتري البتنجين اللي اشرته بتلمع من برا اول حاجة هنعملها هنجيب البتنجين وهنقطع الجزء الاخدر اللي فوق وبعد كده هنقشر جزء من الاشرة الخارجية وهنسيب جزء تاني من الاشرة لو حابين تقشروا الاشرة الخارجية كلها زي ما تحبوا او تعملوا البتنجين باشرة في الحالتين ده ينفع وده ينفع باشرة او من غير اشرة وكمان الكمية على حسب الافراد لو حابين تزودوا الكمية براحتكم بعد مؤشرنا البتنجين هنقطعوا لشرايح مدورة وتكون متوسطة نوعا ما يعني لا هي سميكة اوي ولا هي رفايا علشان مش عايزينها تتهري معانا في التسوير هاخد كل البتنجين اللي قطعته وهنزل به في المياه والملح اللي جهزتها في الاول لحد لما جهز باقي الخضار وهحطه كمان فوقه طبق بالشكل ده علشان اتأكد ان كل البتنجين في المياه بعد كده هقشر البتاتس بالمأشرة الوصفة دي مل حلواتها هتعملوها كل يوم هقطع البتاتس لشرايح متوسطة يعني لا هي رفايا اوي ولا هي سميكة زي ما نكون بنعمل صنيف بطاتس بالزبط هحط البتاتس في مياه لحد لما جهز باقي الخضار هقطع الفلفل الرومي لشرايح سميكة ممكن ازود عليها كمان فلفل حام لو انتم حاربين انها تكون حامية ومشت شطة بعد كده هقطع الطماطم بنفس السمك اللي قطعت به كل الخضار نسيت اقولكم كمان في تحضير الخضار كان معايا بصلة متوسطة هقطعها برضو كده شرايح متوسطة وهفككها من بعد يعني هخليها زي الحلقات المفراغ بالشكل ده كده خلاص كل الخضار بتاعنا بقى جاهز هجب بقى صانية طاجن او صانية بيريكس زي ما نعمل هنزل بحبة حلوين كده من زيت الزاتون وهبدأ ارس الطبقة الاولى من شرايح البطاتس بالشكل ده وبعدين هرس شرايح البطنجان حسيت ان شرايح البطنجان كانت كبيرة فقسمت الدواير بتاعتي لنصين ممكن تقطعوا الخضار بتاعكم بالشكل اللي انتو حابين يعني ممكن تقطعوا كده مكعبات مفيش اي مشكلة بعد كده هرس شرايح الطماطم بالشكل ده وكمان هوزع الفلفل فوق الخضار هجي بقى في الاخر هوزع حلقات البصل وبحاول ارس الخضار علشان يطلع معايا في الاخر بشكل حلو في التقديم كده خلاص رسيت كل الخضار بتاعي في البيريكس دلوقتي هحضر الدرسنج او السوس اللي هحطه على الخضار في دورق كده هنزل بمكعب خضار من كنور وده اختيار بس ده هيزبط معايا الطعم وثلاث معالق كبار من الصلصة او معجون الطماطم ومعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر ومعلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة كبيرة كمان من دبس الرموان وكمان فصين مفرومين وعصير لمونة انا كنت مخزنة شوية من اللمون فحطيت مكعب من اللمون وفي الاخر شوية من زيت الزتون وزيت الزتون اختياري يعني ممكن تستبدله باي زيت تاني بس انا بفضل زيت الزتون علشان تكون وجبة صحية اكتر هنزل بقى على كل ده بلتر من الماء وهقلب كل الكلام ده كويس جدا لحد لما تأكد ان كل المكونات دابت مع بعضها ودلوقتي هياخد كل الخليط ده وهنزل بيه على طاجن الخضار بتاعي كده خلاص يعني الطاجن جاهز على التسوية هغطي الاول بورق زبدة وهحط كمان فوق ورق فويل وفي الوقت ده بكون مسخنة الفرن بتاعي وبدخل الطاجن في الفرن على طول على درجة حرارة 200 لمدة 35 دقيقة وهيطلع معانا احلى طاجن بتنجان بالخضار مع شوية رزد كده بالشعرية مش عاوز اقول لكم الطعم لذيذي ازاي ومن غير وقفة كتير في المطبخ خصوصا في الحر ده ده غير انها كمان وصفة اقتصادية وسريعة في تحضيرها ومن غير علي ولا زيت كتير عاوز اقول لكم كمان انه طبق نباتي سهل التحضير من غير لحوم ولا فراغ وبنعتبرها من الوصفات الصحية اللي ممكن ناكلها كل يوم اتمنى وصفتي النهاردة تعجبكم ولو عجبتكم وصفتي اكتبولي رأيكم في القومنتات وبالفهانا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر